طيب خلينا بس يعني لأنه الوقت يعني لا يزعفنا لكي خلينا نأخذ بس قضية صغيرة أخيرة مهمة جدا قضية الأزمة المواصلات يعني إذا كان ممكن توضح للمشاهدين بالضبط ما هي المشكلة الآن ما هو أفاق الحلول وهل متوقع حلها قريبا دي واحدة من أولى القضايا اللي نحن بدأنا بها طوالي أول ما تشكلت الحكومة شكلنا لجنة عليا للمعالجة أزمة المواصلات متابع طبعا تم تغيير قيادة شركة مواصلات العاصمة تحديد في الخرطوم يعني وبدت القيادة الجديدة بعمل جاد في هذا المجال وتم التوقيع على اتفاق مع شركة أمارتية لمعالجة هذه المسألة ونعتقد هي في طريقة للحل من الجانب المواصلات جانب البنى التحتية برضو جاري العمل بشكل جاد في معالجة تعلم أنه قضية أزمة المواصلات مرتبطة أيضا بالخلل والدمار الحصل في البنية التحتية في الطرق وهذه شكالين عليها بشكل جدي ونعتقد في طريقة للحل طيب خلينا نستخدم اللازمة التي تستخدم في المصايد شكرا حمدك وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي تم مع الدكتور عبدالله حمدك رئيس وزراء السودان الانتقالي والذي أتمنى أن يكون شفافا بما يكفي للإجابة على كثير من الأسئلة التي كانت في أسهان المشاعدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا ثم لن أجرد شكرا جزيلا اشتركوا في القناة